السلام عليكم في زمن تشهد البشرية فيه أحداثاً كبيرة وتكثر الحروب والقتل وتعدد النوازل الطبيعية من زلازل وأعصير وتنحرف القيم والمفاهيم والتصورات في هذا الزمن ينتشر بالتوازي مع كل ذلك على ألسنة الناس حديث أشراط الساعة وآخر الزمن هذه الأشراط التي ألفت فيها مؤلفات تذكر اقتراب الساعة وظهور الكثير من العلامات والأمارات لها ضوابط وقواعد في الفهم وفي التنزيل على أحداث واقعنا المعاصر فما هذه الضوابط؟ حول موضوع أشراط الساعة وضوابط فهمها وتنزيلها على واقعنا الراهن تدور حلقة اليوم من برنامج مقاصد فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين أرحب بضيف الحلقة الدكتور عمر بن عبدالعزيز القراشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان سابقاً أهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً ورحمة الساعة دكتور في البداية ما هي أشراط الساعة؟ وهل هناك ضوابط ضبطت هذه نصوصها التي وردت في الكتاب والسنة؟ هل ضبطت هذه النصوص التي تتحدث عن أشراط الساعة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالتحية موصولة لحضرتك ولسادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا عن أشراط الساعة أو علاماتها أو أماراتها هذه أسماؤها الثلاث أسماؤها الثلاثة ذكرت علامات الساعة في القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا وذكرت في السنة تفصيلا ولا نجد العلامات الساعة مصدرا سوى هذه المرجعية التي نرجع إليها من قرآن أو سنة وما كلام العلماء حول علامات الساعة إلا عدا أو حصرا وبيان ما ظهر وما لم يظهر وهكذا أما القرآن الكريم فقد قال على سبيل الإجمال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم وفي السنة لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام مات الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلامة من السائل قال ولكني سأخبرك عن أشراطها في رواية مسلم أما في رواية البخاري قال فما علاماتها أو ما أماراتها قال ذكر منها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان ثم انطلق الحديث وفي كتاب الله عز وجل هل ينظرون إلا إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الساعة بغتا والآية الأخرى أو يأتي أمر ربك وإن كان الكلام عن أمر لا يمكن أن يفسر بالساعة أو بأشراطها الكبرى إذن القرآن أشار إليها إجمالا وأشار إلى بعضها في مثل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر طبعا هنا أشارة الساعة يعني علامات القيامة نعم إن شق القمر هذه علامة من علامات الساعة أما السنة فقد ذكرت علامات الساعة بالتفصيل حيث هي البيان والتفسير لما أجمل في القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين دلالة على اقتراب دلالة على اقتراب الساعة فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام أولى علامات الساعة الكبرى أم الصغرى الصغرى نعم هذا الذي سأذكره علامات الساعة قسمها العلماء إلى صغرى وكبرى الصغرى بدأت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومستمرة إلى الآن وإلى أن تنتهي كل علامات الساعة الصغرى لتبدأ علامات الساعة الكبرى بخروج الدجال أولى علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم ونزول دخان من السماء وخروج أجوج ومأجوج وطرع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وثلاثة خسوف ربما نحصيها في الجزء الأخير من الحلقة نعم نعم وربطها بهذا الزمان لكن قبل ذلك يعني دكتور لو أذنت لي وذرا للمقاطعة يعني عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أشراط الساعة أو علاماتها أو أماراتها ثم يأتي ذلك تفصيلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصد ما الحكمة لماذا تذكر هذه الأشراط ماذا يريد الشارع من ورائها كل شيء عظيم له مقدمات كل شيء عظيم له مقدمات ويوم القيامة يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كما في الآية التي قبلها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا اليوم العظيم له مقدمات مقدمات علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الكبرى زلزلة الساعة ما بين النفختين هذه إذن مجموع مقدمات تسبق يوم القيامة ومن حكم ذلك إيمان الناس بهذا اليوم وتذكر الناس لهذا اليوم واستعدادهم وأن هذا اليوم قد اقترب مذبعث النبي عليه الصلاة والسلام القائل بُعثت أنا والساعة كهتين وقد قال ربنا عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر فكانت العلامة الثانية بانشقاق القمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم أعدد بين يدي الساعة ستا أولهن موت ومات عليه الصلاة والسلام ويقول الله لنا اقترب للناس حسابهم فاقتراب الحساب واقتراب الساعة هذه مقدماته التي تذكرنا بين الحين والآخر بأن القيامة قد اقتربت وبأن الساعة قد حانت كما يذكرنا ربنا عز وجل بقضية النوم اليقظة النوم معناه وفاة صغرة وليقظة بعثنا صغر فهذا تذكير في حياتنا اليومية من التذكير في حياتنا في أعمارنا أن نرى علامات الساعة وهي تظهر فينا اتباعا لا يكاد يمر سنة ولا شهر إلا ونجد للساعة علامات تظهر بحيث لو رحت أكتب كتابا الآن عن علامات الساعة التي ظهرت والتي لم تظهر أنا محتاج بعد شهر أن أغير هذا الكتاب لأن علامات أخرى تكون قد ظهرت من التي لم تظهر فإذن هناك حكم جليلة من وراء هذه العلامات تذكير بالآخرة وأحيانا نحن البشر نعرف شيئا من الحكم وتخفى علينا حكم وتبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم إذن لو لم يكن لذكر علامات الساعة غير أنها مقدمات ليوم عظيم وغير أنها تذكير باليوم الآخر وتذكر لنا دائم ومستمر أن نذكر الدار الآخرة وهذه مقدماتها فهذا يكفي في حكم يعني علامات الساعة نعم ما جملة الضوابط والقواعد التي يعني ينبغي أن ينطلق منها في فهم أشراط الساعة والتعامل معها بالنسبة للمسلمين بشكل عام دكتور نعم كثيرون الذين يخلطون في الكلام عن علامات الساعة بين الصحيح والضعيف والموضوع والإسرائيليات فإذا أردت لذلك ضابطا قلت ينبغي عند ذكر علامة من علامات الساعة في القرآن أن يكون المعنى صحيحا وأن يكون التفسير صحيحا بعيدا عن أي تأويل خاطئ وفي السنة أن يكون منضبطا بالصحيح فلا يأخذ بالضعيف ولا بالموضوع ثم هو لا يخلط بين صحيح هذا الدين وبين الإسرائيليات الكثيرة التي تحدث عنها الناس على أنها من علامات الساعة ثم أدخلوا فيها علوما مستحدثة كعلم حساب الجمل ثم رتبوا على ذلك ذكر تواريخ ذكر تواريخ فرحوا يقولون الساعة يمكن أن تقع في هذا الزمان الساعة وقعت كم مرة قامت القيامة ونحن لازمنا أحياء يعني كم مرة يقولون لنا لا يأتي عام 2004 إلا تقوم الساعة لا يأتي عام 2010 إلا تقوم الساعة لا يوم القيامة يقوم يوم أربعة ما هو يوم جمعة كلام فارغ وكأنه من باب إشغال الرأي العام ونسمع هذا في أجهزة الإعلام ونقرأه في كتب عمر أمة الإسلام ونهاية هذه الأمة وآخر نداء يعني لماذا برأيك يكثر الحديث في هذه المسائل دكتور؟ لأنه يشغل الرأي العام ولأنه يعني أحياناً بتستثار فيها عواطف الناس أو هي فكرة سيطرت على كاتب فكتبها وإذا لم نحسن به الظن قلنا من باب أنه أراد أن يخالف خالف تعرف طب هل التركيز على الحديث هذه الأحاديث والمواقع التي سنبحثها في المحور الثاني يعني الحديث عن أنه بعد عشر سنين وبعد عشر عام هذا كل كلام فارغ سنبحث هذا في المحور الثاني لكن من حيث المبدأ من حيث الأصل الدكتور هل التركيز على هذه المسائل مرتبط بدرجة أو بأخرى بارتباط الناس بالعقيدة بعدهم أو قربهم منها؟ يعني هل كلما ابتعد الناس عن صفاء العقيدة وحقيقة الالتزام بالله يكثر الحديث في هذه المسائل بهذه الطريقة؟ قد يقتربون وقد يبتعدون لكن يعني يكثر الحديث الآن عن علامات الساعة من باب كثرة الأحداث وتتابع الأحداث فالناس يقول هذا كل من علامات الساعة فيكثر الحديث عنها ترى هذا عند من له عقيدة وعند من ضعفت عقيدته أو من ليس له عقيدة أصلا فالكل يتحدث في هذا الجانب فلا نتهمه بضعف عقيدة من تقويتها إنما نقول هي الأحداث تفرض نفسها على الساحة بحيث يتكلم الناس عن علامات الساعة فإذا انضبطوا في الكلام عنها فأنحموا أكرم أما إذا راحوا يهرفون بما لا يعرفون فهذا الذي يضر ولا ينفع طيب لعلا نضرب شيئا من الأمثلة بعد الفاصل ونتوسع في ذكر هذه المسألة لأهميتها ولشيوعها بين الناس لكن قبل أن ذا بد الفاصل دكتور لا شك أن الإيمان بأشراط الساعة على النحو التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لها ثمرات وآثار في سلوك العباد في أخلاقهم في تصوراتهم وأفكارهم هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الثمار المتأتية من الإيمان بأشراط الساعة لا شك أن الإيمان بالساعة يستدعي الإيمان بمقدماتها يستدعي الإيمان بهذه المقدمات فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فالإيمان بها أمر يلزم المسلم وثمرة هذا الإيمان أن يكون متيقظ الضمير والقلب في أنه ينتظر هذا الحدث الجليل مع أنه لكل إنسان مننا قيامة تلزمه في شخصه قبل أن تكون هناك الساعة التي هي أمر العامة والقيامة التي تعم الجميع وهو قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهو ما جاء في الأثر من مات قامت قيامته فهو يرى العمر مثلا يتقدم به فيحس أنه اقترب من الموت فيستعد له ويرى علامات الساعة أو شكت على الانتهاء فيتهيأ فيتهيأ للدار الآخرة يتهيأ للدار الآخرة إذن هذه العلامات مقدمات فيها التذكير دائما وأبدا بالدار الآخرة لكن دكتور عمر إلى أي مدى في العلاقة الجدلية بين الإيمان جملة إيمان الإنسان والإيمان بأشراط الساعة من يقوي الآخر؟ هل إذا أصبح المرء مؤمنا بالله سبحانه وتعالى جملة إيمانا قويا مستحكما من قلبه هذا يقوده إلى مزيدا من الإيمان بأشراط الساعة أن شدة الإيمان بهذه الأشراط تقود في المحصلة إلى شدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى بجملة العقائد المسلمين تلازم بين الأمرين تلازم بحيث لا أدخل في التفصيل الذي ذكرت إنما أقول دائما القرآن يحدثني عن الإيمان بالله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيمان بالله مستلزم للإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر مستلزم للإيمان بعلامات الساعة أيهم يؤدي إلى زيادة الإيمان يعني إن أنا أتذكر الموت يزداد إيماني لا شك إننا أمن بالله فيترتب عليه الإيمان بالآخرة وبكل ركائز الإيمان هذا أمر مقرر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الإيمان بالله أولا وذكر بعده أو ركائز الإيمان التابع له وحين نجد الربط في جل آيات القرآن بين الإيمان بالله واليوم الآخر إذن هناك تلازم بين ركائز الإيمان وبين هذه العناصر ومن آمن باليوم الآخر وهو لا يعرف متى يكون وما المسؤول عنها بأعلم من السائل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمه عند ربي لا يجليه لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات الأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى آخر الآيات التي جاءت بهذا المعنى نقول فتكون مقدمات الساعة وعلامات الساعة مؤشر لاقتراب الساعة مما يجعلنا نستعد لها ونتهيأ لوقوعها هذا المؤشر لاقتراب الساعة هو ما يشغل الناس في هذه الأيام حتى أن كثيرا من الكتاب مقالات أو كتب أو كتيبات تؤلف للحديث عن هذه المواضيع وثم من يضع وفق حسابات يستند فيها إلى القرآن طبعا هو يقول ذلك أن الساعة اقتربت وأن بعد خمس سنين ستحدث هذه الحادثة أو ستزول الكيان الصهيوني أو إلى آخره الناس منشغلة بهذه القضية نريد أن نبحث هذا معك بشيء من التفصيل ولكن بعد الفاصل لو أذنت لنا دكتور نواصل حديثنا بعد الفاصل شكرا أسعدكم الله نازلنا وإياكم في الحديث عن أشراط الساعة وضوابط فهمها وتنزيلها على واقعنا الراهن والحديث دائما مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور هل العلم بأشراط الساعة من العلوم الواجبة على كل مسلم مجوبا عينيا أم أنه يكفي للمسلم أن يعلم أن هناك أشراطا للساعة أن يعلمها على الجملة من دون الحاجة إلى معرفتها بشكل تفصيلي العلم بعلامات الساعة إجمالا مما يجب على كل مسلم وجوبا وجوبا عينيا أما العلم بتفصيلاتها فيكون وجوبا كفائيا يجب في حق العلماء ومن على شكلته حدفتنا عن العيني دكتور العلم العيني اللي هو كفرض العين كأنه فرض عين علي أن أصلي نعم يعني ما هي الأشراط الساعة التي ينبغي على كل مسلم بذاته الجملة يعني أقول على الجملة بما معناه كما أؤمن باليوم الآخر أؤمن بما يتصل بالحديث عنه فأنا أؤمن بعلامات الساعة وأؤمن بزلزلة الساعة وأؤمن بالنفخ في الصور نفخة الصعق والقيام ثم أنا أؤمن بيوم القيامة بعثا وحشرا نشرا عرضا على الله أخذا للصحف ميزانا للأعمال غرورا على الصراق الشفاعة الحوض القنطرة لتصفية المظالم الجنة والنار هذا أمر عيني طيب كل عنصر من هذه العناصر المذكورة فيها تفصيلات ولها أذلة لا ينبغي أن نقول فرض عين على كل مسلم أن يكون ملما بتفصيلات هذه الأحداث إنما هو الإيمان الإجمالي بهيكلة اليوم الآخر ومقدماته هذا الذي يجب على الأمة أما تفصيلاتها فتجب على العلماء منهم أو على طلبة العلم ربما في زماننا هذا كثير من المسلمين دكتور لا يعرف حقيقة هذه الأشراط ولا يعرف حتى بالجملة يعني ماذا يمكن أن يسمى هذا المسلم؟ هل يدخل في موضوع ضعف العقيدة؟ نقص في العقيدة؟ أي نعم يكون به خلل أو نقص في العقيدة وتأتي الضوابط الأخرى التي يقول فيها العلماء مثلا أنه قد يعذر بجهله في مثل هذا يعني لا نكفره إذا جهل علامات الساعة أو قال أنا ما سمعت عن علامات الساعة إذا تكاسل عنه فيعذر بجهله يعذر بخطأه يعذر من إسيانه يعذر بتأويله عندنا هذه الأعذار مقررة نحن أهل السنة والجماعة لكن نقول يلزمه أن يعرف ذلك على سبيل الإجمال إذا ما تكاسل يعني الآن إذا ما تكاسل مقصر مقصر في هذا لكن في الأخير لابد هو أن يكون مؤمنا بكل أركان الإيمان أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر فآمن بالقضاء والقدر آسف أو آمن باليوم الآخر جملة ولكن قال أنا ما كنت أستوعب أن علامات الساعة من اليوم الآخر أو أنا ما كنت أعرف أن قضية مثلا الحوض أو الشفاعة مرتبطة بهذا يعني ننظر في شأنه من حيث الخطأ أو التأويل أو ما إلى ذلك لكن يعني لا نتعجل في الحكم عليه لا نتعجل في الحكم عليه إنما ينبغي أن يكون مؤمنا بركائز الإيمان إيمانا قطعيا يقينيا تفصيلات هذه الركائز يعني تلزم العلماء ولا تلزم العامة يحصل الآن دكتور عمر كثير من المسلمين وهذا نشاهده في حياتنا اليومية يغرق في قضية الاهتمام بأشراط الساعة تراه يتابع الأحاديث ويتابع الكتب وينتظر أن يسمع شيء الجديد ثم يربط بما يحدث في العالم بهذا الاهتمام يعني يمضي كثيرا من وقته ويومه وحياته مهتما بهذه الجزئية يعني هذا ماذا ينطبق عليه هذا المسلم يعني ماذا يمكن أن يقال له في هذه الحالة يقال أن الغلو يعني مرض هل هذا يدخل في دائرة الغلو نعم لأني رأيت أصنافا من الناس غالوا في هذا حتى وقعوا في العرافة والدجل وإنه فلان العراف يقول كذا وفلان اللي بيفهم كذا وفلان اللي بيستنبط وفلان اللي له في حساب الجمل وفلان كذا وإنه في أحداث وقعت وإنه تنبأ بأحداث وكل الأحداث التي تنبأ بها وقعت ونسمع هذا ونقرأه ونرى في المواقع وليتيوب وغير ذلك يعني فخلطوا بين الحق والباطل أنت مطالب أنك تعرف علامات الساعة لكن لا تستغرق منك كل الوقت يعني لابد أن يكون هناك الوسطية في هذه المسألة أنا أظل أتحدث عن علامات الساعة بما معناه ممكن تضيع مني ما هو أهم منها فروضاً وواجبات منوطبية في ظل حديثي عن علامات الساعة وعن تفصيلات أو عن تأويلات بعيدة وبعيدة جداً ومسألة تحديد التواريخ وما إلى ذلك هذا كله فعلاً قد وقع والناس منذ نصف قرن وهم تجدهم بين الحين والآخر يقعون في هذا الانشغال بكلياتهم على أنه خلص مثلاً زوال دولة إسرائيل الآن خروج المهدي اليوم مثلاً ستظهر علامات انتظروا مع علامات خسوف الشمس أو خسوف القمر أنه هذا العام يكون فيه كذا ويكون فيه كذا وانتظروا كذا هذا الكلام أنا شخصياً أسمعه منذ 25 سنة عن ماذا ينشأ هذه التصورات دكتور؟ هل هذا ناقل يخلو القلب مثلاً من التوكل على الله ومن العمل ومن الرغبة في العمل والجد أم أنه زيادة في الإيمان إفراط في الإيمان لا هذا ولا ذاك شرعياً كيف يمكن توصيف هذه الظاهرة بين المسلمين انتشارها؟ يعني الذين رأيتم يهتمون بهذا يعني دون أن أتهمهم بشيء أقول يعني اهتموا بهذا الجانب اهتماماً يمكن أن يؤدي إلى ضعف إيمانهم اهتموا حتى إن التفسيرات لمثل هذه العلامات أخذوها من الإسرائيليات وراحوا يدخلون في علوم ظنية لا تغني من الحق شيئاً ويبنون عليها حسابات وتواريخ وما إلى ذلك يترتب عليها ما ذكرت من ضعف إيمان أو نحوه المسلم في حياته اليومية تصوراته تعامله مع تطورات الأحداث دكتور عمر في نظراته العامة لكل ما يستجد في حياته سواء في المجتمع المسلم أو في حتى المجتمعات الأخرى غير المسلمة كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع حياته مع واقعه في ضوء فهمه ومعرفته لأشراط الساعة أنا قبل أن أتعامل مع أشراط الساعة التي قد يطول أمدها ولا علم لي بها وما علمها ملك مقرب ولا نبي مرسل عندي أجل يوشك أن ينصرم في أي لحظة من ليل أو نهار فقبل أن أنشغل بأمر العامة القيامة أنشغل بأمر الموت الذي يمكن أن يداهمني فأنظر ما فرضه الإسلام علي وأن أتذكر الموت يعني مهم أن أتذكر الموت وأن أتذكر علم الساعة وكما في الحديث أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلا فهو يتذكر الموت قبل أن يتذكر الساعة وعلامات الساعة وينشغل بهذا هو يتذكر ما يمكن أن يداهمه لأنه من علامات الساعة كثرة موت الفجأة بلا مقدمات وبلا مرض وبلا أي شيء يموت فلابد أن يكون مستعدا لهذه اللحظة إنما أنا أشغل كل وقت بالحديث عن علامات الساعة دون أن أهتم لا بالساعة ولا بالموت الذي هو ساعتي أنا والتي لابد أن تداهمني قبل الساعة العامة لأنه لا يمكن تقوم الساعة وأحد من أهل الإيمان على قيد الحياة لكن دكتور يعني قبل قليل تحدثت أنه الإهتمام بعلامات الساعة وأشراطها يقود في النهاية إلى الاستعداد وهذا يرفع منسوب الإيمان عند المرض لكن أنا الآن أتكلم في قضية الغلو في المسألة الغلو يعني كثرة الحديث التجاوزات لكن المسألة في حد ذاتها دين إيمان أنا من الناس الذين يهتمون بقضية علامات الساعة اهتماماً ليس صغيراً اهتماماً كبيراً ورحت أجمع كل علامات الساعة من الكتب وأذكر منها ما ظهر وما لم يظهر وأقول للناس هذا زمان ما بقي من علامات الصغرى وأوشكنا على العلامات الكبرى وأقول كلاماً لا أتهم فيه بمعنى أقول لقد أظلنا زمان العلامات الكبرى لقد أظلنا زمان المهدي لقد أظلنا زمان الدجال كلمة أظلنا زمان لو قالها صحابي قبل أربعة عشر قرنان لا صحت لا صحت فإذا أنا رأيت أن العلامات قد انصرمت بنسبة من خلال الإحصاءات التي فعلتها أن 98% من علامات الساعة الصغرى انتهت تماماً يعني بقي نحو 2% من علامات الساعة الصغرى بانتهاء الـ 2% من علامات الساعة الصغرى لا بد أن تظهر علامات الكبرى وإذا ظهرت العلامات الكبرى تترى تتتابع كعقداً فرطاً فتتابعت حباته طيب لو وصلنا الحديثة في قضية سر اهتمام المسلمين الآن في هذه القضية هل من شأه إلى نقص المكتب الإسلامي من المؤلفات نقص الاهتمام من قبل العلماء العلماء الثقات الكبار الحديث عن هذه المسألة وبالتالي أوجد فراغاً في عقول وقلوب المسلمين دفعهم إلى مزيد اهتمام في هذه القضية بالعكس بالعكس أنا لما كتبت عن علامات الساعة كنت عالة على الأقدمين وكان عندي من المراجع الشيء الكثير الذي يتكلم عن علامات الساعة مثلاً هذا ابن كثير له كتاب النهاية في الفتن والملح كتاب عبارة عن مجلدين مجلد عن علامات الساعة والمجلد الثاني يتكلم عن القيامة ذاتها الإمام القرطبي في كتابه التذكرة بحوالي الموت والدار الأخيرة تكلم عن علامات الساعة كل كتب السنة تكلمت عن علامات الساعة وما يسمى بكتاب الفتن كتاب الفتن مليء بعلامات الساعة وعلامات الساعة كعنوان خاص بها ثم تجد في تفسيرات القرآن حديث عن علامات الساعة بعض العلماء المتخصصين بدأ يجمع هذا الشتات من الكتب ويتكلم عن علامات الساعة خاصة خاصة من المحدثين فتجد كم كتاباً باسم علامات الساعة إذن ليست هناك ندرة في الكلام عن علامات الساعة بل العكس هي كثيرة الكتب والذين ألفوا عنها وكل واحد أدلى بدلوه يعني ابن كثير جمع أنا حققت بدأت تقسم العلامات ما ظهر وما لم يظهر يعني لم يسبقني لهذا فيما أعتقد من قسم العلامات إلى من ظهر ما ظهر وما لم يظهر لكن هناك من سبق يقيناً بأن علامات الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى حتى تعرف على هذا وصار إجماعاً على سيرة من سبق دكتور كيف تعامل السلف مع قضية أشراط الساعة في واقعهم حياتهم تصوراتهم يومياتهم كيف كان تعاملهم مع هذه القضية كانوا يتعاملون معها كما كانوا يتعاملون مع قضية الموت أن الموت قد يأتي فجأة فكذلك كانوا يتعاملون مع علامات الساعة أو مع الآخرة بأنها قد تقع ما بين لحظة وأخرى وما بين عشية أو ضحاها لأن القضايا الإيمانية كانت عند الصحابة عالية جداً النبي محمد عليه الصلاة والسلام كثيراً ما كان يحدث الصحابة عن الفتن وكثيراً ما حدثهم عن علامات الساعة فكان إذا حدثهم أحسوا أنهم يعيشونها واقعاً حياً مر من المرات النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن المسيح الدجال قالوا فرفع في شأنه وخفض قال فظنن أنه في طائفة من النخ يعني في الجزء الخلف ورانا في المدينة حتى رأى صلى الله عليه وسلم هذا فينا يعني رأاه وقرأاه في وجوهنا الاهتمام الشديد نعم وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج من بعدي فالله خليفتي على كل مسلم وكل مسلم حجيجه نفسه وإن يخرج من بعدي فكل مسلم حجيجه نفسه والله خليفتي على كل مسلم حتى النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا المعنى إن يخرجوا أنا فيكم فأنا حجيجه يعني كان فيه اهتمام بعلامات الساعة لدرجة أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لو خرج الدجال الآن أنا لا تصدى لي طيب ولو خرج من بعدي كل مسلم حجيجه نفسه لما أشيع أنه ابن الصياد في المدينة يمكن أن يكون المسيح الدجال كناية ابن الصياد عن المسيح الدجال نعم فرح عمر بن الخطاب يريد أن يقتله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تقدر عليه يعني إن كان هذا هو المسيح الدجال فلست في صاحبه صاحبه المسيح عيسى بن مريم الذي ينزل ليكسر الصليب وأقتل الخنزير وأقتل الدجال فقال له إن يكونه فلن تقدر عليه إذن معناها إنه كان فيه اهتمام لدرجة أنهم كانوا يتوقعون علامات الساعة اليوم قبل الغد فإذا وجد هذا في السلف قبل أربعة عشر قرنا فنحن أولى أن نعتقد أن علامات الساعة تلاحقنا سيام وأن الحقبة الأخيرة من الزمان تتابعت فيها علامات الساعة بصورة تضع ثلاثة عشر قرنا في كفة والقرن الرابع عشر في كفة لتتابع وكثرت علامات الساعة التي ظهرت في هذا العصر خاصة إنما على مدى الثلاثة عشر قرنا كانت تظهر كما قلت بدأت ببعث التي نتابعها مثلاً سياسياً وأنت تسمع أنه في أحداث في كل دولة من الدول فكذلك علامات الساعة تصاحبها في سياق الحديث عن هذه الأحداث يعني ربما يكون واقع المسلمين اليوم مختلف عن ما كانت عليه حاد المسلمين الأسلاف نعم الإعداد للساعة ربما يكون قليلاً بينما الاهتمام بقضايا المبنى أحاديث الساعة والأحداث الساعة كثيراً عند المسلمين نريد أن نبحث هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل نواصل ما تبقى من الحلقة بعد فاصل أخير مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نيلسات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى وأخيرة في هذه الحلقة والحديث دائماً مع الدكتور عمر بن عبد العزيز القراشي مرحباً بكم مرة أخرى دكتور من المثقفين وربما بعض الدعاة يهتمون بقضية علامات آخر الزمان وزوال دولة إسرائيل وقرب حصول الحريق الكبير في اليمن أو في غيره إلى ذلك من هذه الأحداث وحقيقةً يكسبون مزيداً من الجمهور في هذه القضايا هل لهذا الاهتمام تقديرات زمنية بعد خمسة أعوام أو بعد ست سنين أو إلى آخره هل لهذه التقديرات الزمنية والتحديدات أصلاً في الشريعة؟ اهتمامات الناس بهذا يمكن من باب حب الناس لكل ما هو مستغرب وكل ما هو جديد وفي ظل الهزيمة النفسية التي عيشها المسلمون يعني يريدون أن يعرفوا شيئاً يعني ينتظرون شيئاً فيه نصر فيه فرح حتى ولو على سبيل الوهم فهو مستعد أن يصدق هذا الأمر إن كان وهماً لأنه سيخرجه من الأزمة النفسية التي يعيشها كثير من الناس يعيش هذا المعنى أما ما يرتبط بقضية التاريخ فلا أعلم في كتاب ولا سنة مسألة ترتبط بالتأريخ متى يكون مثلاً انتصار المسلمين على اليهود انتصار المسلمين على اليهود قضية غيبية لا يعني أريد أن أقول مسلمة من المسلمات لكن الزمن قريباً لكن الزمن هذا الذي لا يستطيع أن يجزم به أحد ولا حتى في الحسابات استنادين القرآن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود الحديث في الصحيحين حديث مسلم به الأغرب من هذا اليهود مسلمون به اليهود على كفرهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الدين هم يزرعون الغرقد من أجل هذه النبوء التي تكلم عنها النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذن هذه يقينية متى هي لمن أراد المعرفة اليقينية أيضا مع تحققها مسلم يا عبد الله مع تحقق يا مسلم يا عبد الله طب يا مسلم موجود قرابة الاثنين مليار لكن يا عبد الله لم تتحقق فينا متى تحققت كانت هذه العلامة متى هي بعد خمس سنين ولا عشرة ولا أكثر ولا أقل كل هذه مجرد استنتاجات احتمالات يعني مثل ما يقال لك قبل قيام دول السرقاني 40 سنة ولما قامت أهوليها 40 سنة ونهايتها مع الـ 40 الثالثة وبالتالي نبدأ نحسب الحسبة فنجدها ما بين 2022 لـ 2027 في زوال دولة زوال دولة إسرائيل حتمية قرآنية مفروغ منها لكن ممكن تكون سنة 22 ولا 27 ولا قبل ولا بعد هذا الذي لا ينبغي لعالم يحترم نفسه ويحترم علمه ويحترم حتى العمامة التي يلبسها أن يقوله لكن يقول متى تحققت فينا يا مسلم يا عبد الله تحققت هذه العلامة طيب أنت قبل قليل قلت أن 98% من العلامات الصغرى تحققت بقي اثنان يعني كيف بنيت هذه النسبة دكتور وما هو الذي لم يتحقق حتى الآن حين رحت أجمع علامات الساعة من كتبها ومظانها جمعت نحو من 210 علامة ورحت أتعقب هذه العلامات ما الذي ظهر منها في التاريخ وما الذي لم يظهر فوجدت أن قرابة المئتين علامة ظهروا وإنه نحو عشر في المئة أو نحو عشر علامات لا أسف ليست في المئة نحو عشر علامات لم تظهر ما هي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل الناس عنده فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون واحدا يقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويبقى الواحد يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو هذه على ما لم تظهر على الرغم من كثرة المحن التي مرت منها العراق الأقمار الصناعية تصور أنه في ذرات ذهب في الفرات الفرات ممكن الماء بدأ يعني يقل تدريجيا لكن كعلامة أنه يخرج جبل الذهب من الفرات ويقتل الناس عنده بهذه النسبة اللي فيها نسبة واحد إلى مئة هذه لم تظهر بعد واحد يتأول هذا الحديث يقول لك يا شيخ الذهب اللي في العراق يراد به البترول الذهب الأسود هذا تأويل الباطل لماذا؟ لأنه كل ملابسات الحديث ما قالت هذا لأنه البترول ظهر في العراق من قبل مئة سنة وكان سببا في أن تكون العراق ثرية وغنية قبل أن تلمي بها الأحداث حروب الخليجي الثلاثة وما وصلت إليه في الأخير دون أن تقع هذه المقتلة بهذا النص الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولما يجي تيجي الأقمار تصنع تقول أيوة احنا صورنا أنه في جبل ذهب في الفرات إذن هذه علامة لم تظهر طبعا أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات يعني لما أذكر علامة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنكم ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية قل رسول الله أي المدينتين تفتحوا أولا؟ قال مدينة هراقل يعني القسطنطينية قسطنطينية إستنبول التي نعيش فيها مدينة هراقل هذه كانت تسمى القسطنطينية نعم أيام الدولة البيزنطية ودخلها محمد الفاتح وفتعها باسم الله ونعمل الجيش جيشها ونعمل أمير أميرها فتحت القسطنطينية سنة 1453 من الميلاد طيب قال ورومية رومية في معجم البلدان تعني رومة رومة الفاتكة لما تفتح بعد لم يثبت تاريخيا أن رومة فتحت إذن بقيت كعلامة من العلامات طيب معذرة دكتور يعني بقي معي دقيقة ونصف كيف يمكن تنزيل حديث أشراط الساعة أو علامات أمارات الساعة على أحداثنا الحالية يعني الآن الحروب والقتل والهرب كل هذا من علامات الساعة والأحاديث والزلازل هل هذا يعتبر من علامات الساعة؟ النبي عليه الصلاة standard لما يذكر في علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل وها أنت تسمع بها في كل فترة طيب لما يقول النبي عليه الصلاة standard لا تقوم الساعة حتى تكثر الهارج قيل وما الهارج يا رسول الله قال القتل القتل حتى لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لكن هذا حصل في الزمان السابق قبل مئتي عام وثلاثمائة عام وأكثر هذا صحيح لم يمر عصر إلا وفيه قتل لكن القتل الذي حدث أيام صفين والجمل النبي عليه الصلاة والسلام ذكره كعلامة من العالمات أن تقع فتن بين فئتين عظيمتين من أمة دعوهما وحدة كلهما يرجو الحق وكلهما يدعو إلى الحق لكن لما يقول يكثر القتل أو يكثر الهرج بما ينتقل من العشرات إلى المئات إلى الألوف هذا لم يقع إلا في العصر الحديث وقع في الحرب العالمية الأولى وقع في الحرب العالمية الثانية وبيقع الآن في ظل إبادة شعب في الشام وقع في حروب العراق قتل الكثرة بحرفياتها لكن لما تيجي عندك عشر سنين لفترة العهد المدني للنبي عليه الصلاة والسلام وقاتل فيها كام غزوة وكم سرية وفي الأخير الإجمالي ألفين ونص طب اليوم لو نزلت يعني طيارة بشوية براميل كم تقتل من الأطفال وكم تقتل من الأشخاص يعني يعني تقتل المئات طب على مدى عشر سنين في فرق ما بين الكثرة والكثرة وما بين القتل والقتل لا شك أنه ممكن تدخل في هذه الدائرة القتل الذي حدث أيام التتار نعم القتل على أيام الحروب الصالبية ما هو حلمات السعبة دائم القديم لكن آخذها في الإزدياد نعم ويبقى الحديث عن موضوع أشراط الساعة وتنزيله على وقعنا المعاصر يحتاج إلى ضوابط لا يقوم بها إلا أهل العلم أثيقات من أهل العلم أشكرك في ختام هذه الحلقة دكتور عمر بن عبد العزيز أدركنا الوقت في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أشكر الدكتور عمر بن عبد العزيز القراشي رئيس قسم العقيدة ومقارنة الأديان سابقا شكر الله لكم حسن المتابعة إلى اللقاء آمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم